طبعاً لو حتكلم عن اللواء عبد المنم الحج هو بدايته في نادي الترسانة من أول الستينات طبعاً بدأ مع الفريق الأول وكان جاي من نادي الزمالك من العيبة اللي هم بدأوا حياتهم كناشئين في نادي الزمالك وبدأ هنا مع الترسانة وكان من ضمن النجوم اللي الترسانة حصلت على بطولة الدوري العام اتنين وستين تلاتة وستين وكاس مصر خمسة وستين وكاس مصر سبعة وستين وكان في البطولة العربية تسعة وستين وكاس السوبر بعد ما خدنا الدوري العام كان برضو اللي هو عبد منعم هو كان في الوقت ده كان نقيب كان أول ما تخرج من الكلية وطبعاً بعد تسعة وستين اللي كان قايم بالتدريب عندنا كان الكابتن فؤاد الصيد رحمة الله عليه فطبعاً اختار اللي هو عبد منعم الحج كان في نهاية بقى الفترة اللي هو كفيها كلعيب كورة اختاره معاه كمساعد وكمل معاه وبعد كده معاه في المقاولين المقاولين برضو حصل على البطولات اللي هي مع نادي المقاولين ومشي في سلك التدريب وكان يعني موفق جداً بعد كده انتقل لقطر اشتغل في قطر فترة جي من قطر بعديها كنا نادي الترسانة في بداية التسعينات بقى كان وصلنا لمرحلة صعبة والترسانة كانت أول سنة يعني من السنوات اللي في الأول بعد نظام الاحتراف تنزل للدرجة التانية فالمجموعة بتاعتنا احنا كلعيبة نادي قدامة كلنا اتجمعنا وكان اللي هو حرب واللوعب منعم الحج والحج مصطفى كامل محمود ومجموعة كبيرة وكابتن أحمد بهاء الدين الله يرحمه حاولنا نكون مجموعة عشان نعمل مجلس إدارة نتولى المسئولية بعد هبوط الترسانة للدرجة التانية كان الكلام ده في 92 فطبعا اللي هو عب منعم بعد الفترة ديت يعني داعم للموجودين وداعم باستمرار وبيسأل باستمرار ومازالت العلاقة بيننا وبينه ممتدة وتم تكريمه وهو استاهل أكتر من كده بتسميت حمام السباحة بالمجمع اللي جوه باسم اللي هو عبد المنعم الحج كان من الناس اللي هي أخلاقها وسلوكها هادي جدا ما كانش متسرع في اتخاذ قرار كان يقعد ويدرس الأسباب اللي هياخد بسببها القرار بتأني جديد جدا وبيهدوء ويرجع للمسؤولين اللي معاه وياخد رأيهم ويسألهم ولحد ما يقتنع بالرأي الصح اللي هو مناسب للمشكلة اللي هياخد بسببها القرار ما كانش بياخد القرار عشوائي كده ولا القرار بسبب أزمة شايفها من غير ما يدرسها وياخد القرار رسالتي الأخيرة الحقيقة اللي أنا ممكن أوجهها لسيادة اللي هو إن يعني ربنا يدي له الصحة ويدي له العافية ويطيل في عمره ونشوفه دايما كده في أحسن حال وأهنأ بال ونستفيد من قراءه ومن كل اللي هو ينصح به لصالح نادي الترسانة شكرا أبو صلاح كابتن صلاح عميني الصندوق هو بخيل ما بيصرفش لا لا ده عميني الصندوق ده هو ده أهم واحد لا شكله كده قافش شوية يا والله مش قافش ياريت ياريت الناس اللي في نادي الترسانة كلها زي صلاح في التحكد ودي شهادة منه من السادة اللي هو لكابتن صلاح لا وأنا برجع بعيد سؤالي تاني هل لو أرض عليك أنك ترجع رئيس نادي الترسانة في الفترة الزمنية اللي جاية كنت بتطلع عندها من الدرجة الرابعة للدرجة الأولى إن شاء الله إحنا عايزين نطلع عنها ترسانة الدرجة الأولى هتوافق؟ إن شاء الله هوافق هتوافق إن شاء الله طيب إحنا هنبدأ بقى على جمعية قدامى اللعبين ودعمة الإنسانية ما فيش بعد كده في الدنيا بس قبل ما نخش على جمعية قدامى المصريين اللعبين المصريين هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري اشتركوا في القناة